بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وعلى حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا وقبل كل شيء عيد مبارك سعيد وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إذن تم عارفين في كل سنة في حالة ما إذا استشكل علينا الأمر في سلسلة تحري ليلة القدر لهذا كنت تاجئه إلى المقارنة ما بين الفيديوهات كاملين وإن شاء الله كنعلنه عن متى كانت ليلة القدر وهذا فقط يبقى غير اجتهاد منا والعلم يبقى عند الله عز وجل إذن كيفما عارفين راني ما صورتش الصابيح للتسعة عشر والصابيح للعشرين بسبب الغيط اللي ينزل لنا في المغرب ولله الحمد إذن نبدأ بالصابيحة الأولى صابيحة يوم الاثنين واحدة وشرون اللي كانت فيها كنا نصور ناق بديناك مع ساة وثلاثين دقيقة والشعور كان نبدأ مع ساة وثمانتعشر دقيقة بالنسبة لدرجة الحرارة كانت تلتعشر درجة والشعور الحقيقي اللي كان نحسوا به تلتعاش كذلك والرطوبة كانت سبعة وسبعين إذن هناك في هذا الصباح هذا ما صورناش قرص الشمس قرص للشمس كان غير يطلع من هاد المكان ولهذا كنا صورنا احتل هاد احتل هاد الدقيقة السابعة نضيد واحدة شوية القدام هنا الفوق في السماك كانت بانت واحد حمورية على ما أظن يعني كان بانت بانت في الغيم وكانت شوية دل الشمس كانت تخرج من هنا من الفاجوات دل الغيم يعني اوخا كان الغيم كتير ولكن كانت تخرج منه الفاجوات هاد الصابح هارا كنا احنا صورناه في إذا كتتذكروا كنا صورناه في اللايف وديجا كتتصورت بتليفون وكتوريتكم شكل دل الشمس في السماك وهنا كيفما كتشوفو ورا الباقة حاليا دا برا ما طلعات الشمس وكيبان اه الشوعاع دياله في هاد البلاسة يعني في الدقيقة ثلاثة حتى اله لربما الدقيقة 11 عادة دك الساعة تكون كانت طلعات الشمس لهذا داق هاد الصابح هنا كيفما كتشوفو هنرا كانت تخرج شوعاع دي الشمس شوش هات صورناه 13 دقيقة وصلنا الدقيقة 13 وشوعاع دي الشمس كيخرج ما بين الفاجوات ديال الغيام وكذلك حتى اه لي فسما فوق مني هادك الساعة يعني فوق مني فوق الراس ديالي كان كيبان اه الشوعاع كيفما كتشوفو يعني هات الصابحة كانت الصابحة طالع فيها الشمس قوية بزاف كيفما كتشوفو يعني صورت حتى الليسر ديالي من بعيد صورت حتى الليسر ديالي من بعيد وذلك الساعة كانت بقى ما طلعتش الشمس يعني حتى ولو بقدر رمح اذا هات الصابحة هذي مستبعدة اذا مشيوا الصابحة الصابحة ديال يوم التولتاء 22 توليتها ديالي يوم التاني والعشرون هو هذا اذا كيفما كتشوفو هنا كان شوعاع ديال الشمس قوي هنا كان اه اه كانت ساعة تشير الى السادية وعشرين دقيقة والشروق كان مست وستعشر دقيقة والحرارة كانت حتاعشر درجة مئوية والشعور الحقيقي حتى هو احداعش وبالنسبة الرطوبة كانت سبعة وثمانين في انمية هنا كانت الاول طلوع لها كانت بنت بالحمر وبصفر كيفما كتشوفو وحتى الاشيعة وشوعاع ديالك كانت يخرج من من الغيم اذا كيفما كتشوفو هذا يلا الشروق طلوع ديالك مشوفوش هذا السفورية كانت يعني السفورية ديال الشمس يعني هذا يدل على ان الشمس كان طلعت قوية يعني كانت طلعات قوية وهنا بمجرد ما ما زوميت شوية او بين القرص ديال الشمس في الكاميرا بدأت تبويس يعني كيفما كيفما كيخليو خلوها الاخوة ديالنا المصريين كيفما هناك تشوفو هناك تشوفو ورا كان الشوع ديالك قوي بزاف انه الاطراس دل الشمس او الاشيعة للشمس كانت تخرج ما بين الغيوم كيفما كتشوفو في هاد الفيديو المهم غير ملخص هناك اشيعة رولات قوية وفحد في بعض اه بعد المدة يعني كيفما كتشوفو هناك الخيوط ديالها بدأوا كيبان ومن الامارات دل الصابيحة للقدر ابدا مك تكونش هاد الخيوط يعني لا خيوطة لها اذا هاد الصابيحة كذلك احتها يمستبعدة اذا غير مشيو لصابيحة يوم الاربعاء ثلاثة وعشرين هي هذه الصابيحة يوم الاربعاء ثلاثة وعشرين هنا كذلك كان الشوعاء هنا كيفما كتشوفو كان الشوعاء وكان الجو صافي في هاد الصابيحة هادي كان صابيحة ممتازة هنا كان طلعت بوحد الحمورية كيفما كتشوفو هنا كانت حمورية وحالي نقول الوراء ديال الشمس كان طالع بصفورية في البديو هنا مهم لكن نلخص لكم باش نوصلو لما هو مهم هنا بمجرد ما بين او ظهر القرص ديال الاول الكاميرا بدأت تبويس كيفما كتشوفو ان هرف cred اعني ما بين القرص الاول الكي hes turban اعني ما هاد الصابيحة اللي إخ Valley الش إضاف نحن حاليا يعني بدأت تبويس كيفما كتشوفو يعني العدسة للكاميرا أصلا مالتقطاتش فكان ponieważ اشيعة nation كانت غير البقاء على الكاميرا وبعد مدة وجهزة يعني بين الخروط دياله إذا هات الصابحة كذلك حتى هي مستبعدة كيف ما كتوفه إذا نتاجه الآن إلى الصابحة دياليوم الخاميس ربعة وعشرين خميس ربعة وعشرين إذا غلي تاجه الرجع الوراء إذا في الخاميس ربعة وعشرين كانت بين الوقت مع الساق وربعة عشر دقيقة والشروق كان مع الساق وربعة عشر دقيقة وبنسبة الحرارة كانت تسع درجات والشعور الحقيقي كانت مية درجات وبنسبة الرطوبة كانت ثلاثة وسبعين يعني كانت طيعة واخر الرطوبة مزيلا لما كانش الرطوبة ديالك النار كما كتشوفو بمجرد ما طلعت الشمس بدأ شعاع ديالها يخرج من فجوات الغيوم كيفما كتشوفوه هذا يرى الله بديت تصوار في ديالك الساعة الله بديت تصوار اذا نزيد واحد شوية القدام هنا رابدات الحمورية بدأت الحمورية بدأت تكتراسة على الغيوم يعني هذا يدل على ان الشمس طالعة قاسحة كيفما كتشوفوه وهنا بدأت واحد شوية الحمورية نزيد واحد شوية القدام كيفما كتشوفوه ان الشواعد الشمس تخرج من الفاجوات ديال الغيوم هذا يدل على ان الشمس كانت ديالك السباح كانت طالعة قاسحة ديالك السابق نزيد شوية القدام هنا بمجرد ما بدأت القرص الأول ديال الشمس كيفما كتشوفوه تصواردت واحد الخيط في هذي المكان هذا تصوارد الخيط كيفما كتشوفوه لزيد واحد شوية القدام إذا اطلقت الخيط كيفما كتشوفوه ومجرد ما بدأت غير القرص الأول يعني بين الخيوط ديالها وهذا يدل على ان الشمس للهد الصبيحة هذي صبيحة مستبعدة اذا سوف تجعل صبيحة يوم الجمعة 25 رمضان كانت صبيحة مميزة كنا بدينا تصوار مع 6 و 15 دقيقة والشعور كان مع 6 و 12 دقيقة بالنسبة للحرارة كانت 6 درجات والشعور الحقيقي كانت 4 درجات والرطوبة كانت طالعة اذا هذه الصبيحة هذي استشكالة عالية فيها الامر لانني لم استطع ان اقوم بتصوير الشمس منذ اللحظة الاولى يعني منذ اللحظة الاولى هنا طلعت واحد شوية الحمورية هذه في البديه هذه في البديه دياله كان طلعت شوية الحمورية وهنا كيفما كتو فوق الفوق كان بيض وبسبب الضباب يستشكل علي الامر كذلك اذا نزيدو الشوية القدام هنا كانت الحمورية كيفما كتو فوق كانت الحمورية اذا هذا هو الشرق للشمس كان طلعت من ما شاء الله جميلة في هذا الصباح هنا لا لحظتم زيان كانت طالعة برتقالية ماشي حمراء كانت برتقالية ماشي حمراء ماشي حمراء ماشي حمراء هذي الصبيحة ديال يوم الجمعة خمسة وعشرين مشهر رمضان يعني كانت صبيحة ووطرية هنا طلعت برتقالية بسبب الضباب ولو انق الضباب كان مغادش يكون كانت غتبان برتقالية هنا رخليناها كيفما كتشوفو ضغياء بدا تكتبان صفورية بمجرد ما كانت غدا طالعة كانت بدا تكتبان صفورية شوفو مزيان شوفو مزيان شوفو مزيان يعني ذلك اللون الغرتقالية في الأسفل ما بقعش يعني كيبان وهناك بدأت البيودية كيفما كتشوفو يعني نص فيه البيودية ونص فيه صفورية ونص فيه اللون اللي برتقالي مش اللون الأحمر تبتو معينك مزيان هناك ما تبدلتش باللون ديالها وكذلك العجيب اللي فيها ان العجيب اللي فيها انها ما تلقعتش الخيوط ديالها واش بسبب ضباب واش بسبب شعوامي الأخرى او شعائق آخر الله أعلم المهم هات الصابحة كانت صابحة مميزة استشكال علينا فيها الأمر استشكال علي فيها الأمر تصابحة هدي استشكال علي فيها الأمر ولكن باش غاد نعرفها غاد نعرفها من اللي طلقت شعاع ديالها هناك مجهد الفوق خاش شعاع ديالها ما يكونش يعني ما يكونش أبدا ما يكونش محيط بها وكذلك تصابحة هادية ما كانتش فيها واحدة لها اللي كانتك تدور هناك ما كانتش قاسعة يعني كيف ما كتشوفو يعني الشمس يعني مثل القامار كيف ما كيقول الخط بالحمورية أو خط باللون الأصفر وبالأغلب كيكون باللون الأحمر كتسمت توهج الشمسي ما كانش في هات الصابحة ولكن بسبب الضباب استشكال علينا الأمر هات الصابحة تبقى صابحة مميزة ولكن عند إعادة النظر تبينك أن هات الصابحة فهي صابحة مستبعدة هنا ربع واحد مددس واحد مدق في الأخير بدأتك تطلق الخيوط ديالها وبدأت تبوس في الكاميرا يعني بدأتك تتراقص هنا كيف ما كتشوفها بدأتك تتراقص هنا في هات اللحظة هذه وليس غدا كتتراقص صفيتها وقفت كان وقفت لي الكاميرا ديالك الساعة إذن غال تعجئو صابحة يوم السبت السعو عشرين صابحة السبت السعو عشرين حتى هي كذلك استشكال عليها في الأمر ولكن استشكال فيها يعني الأمر ديالها ولكن باش غد نعرفها غد نعرفها في الأخر بشعاع ديالها اللي بان فهاد البلاصة هادي في هذه البلاسة عند الدقيقة الواحد وعشرون يعني بالضبط واحد وعشرون بالضبط وخما بين الشمس ولكن هنا بان شعاع ديالها خارج يعني قاصح كأنه سيخرج من الغلوم هذا يدل على أن الشمس كانت قاصحة في ديك الساعة إذن هذه الصابحة هذه صابحة مستبعدة كيفما كتشوف وخاحتها درناها في حطيناها في القائمة اللي باش رجعوا ليها يعني يعني شيء مشكوك في الأمر ديالها يعني كان الصابح مشكوك في الأمر ديالها إذن هناك هات الصابحة كذلك مستبعدة التعجؤ الآن إلى صابحة يوم الأحد كانت سبعة وعشرين صابحة يوم الأحد كنا بدنا تصوار مع الساوة 13 دقيقة والشعور كان مع الساوة 16 دقيقة والحرارة كانت سبعة وعشر درجة مئوية والشعور كانت ستاعش وبالنسبة الرطوبة كانت سبعة وسبعين في المئة هنا إلا شفتم زيان هنا إلا شفتم زيان كما تشوفهم زيان كيبال لكم في أحد اللحظة بأن السماء كلها بيضاء هنا بعض الإخوان قالوا لي أن الشمس في ديال الصباح كانت طلعات بيضاء مثل القمر ولكن من هناك القدام نزلنا واحد شي شوية نزلنا شي شوية القدام هناك في هذه الدقيقة بالضبط دقيقة على مقاضن الدقيقة السابعة الدقيقة السابعة هناك كيفما كتشوفوا شعاع دل الشمس هي ما زال بقمط العاش ولكن الشعاع ديالها ظهر بالفوق وكذلك الحمور رياق ديالها كانت الحمور رياق ديالها يعني هذه السابعة كيفما كتشوفوا راوخها طلعت الشمس لربما أنها كانت في هذه المنطقة بالضبط ولكن الأشياء ديالها كانت قوية كيفما كتشوفوا إذن هذه السابعة كذلك كان مش كون في أمرها ولكن السابعة مستبعدة إذن الآن سنتجه إلى صابيحة اليوم الثامن والعشرون الصابيحة المميزة يعني كان كنا بدين تصوار مع السابعة وربعة دقيق كنا بدين تصوار مع السابعة وربعة دقيق والشورو كان مع السابعة وثمية دقيق والحرارة كانت 12 درجة مئوية يعني كانت الحرارة هابتا والشعور كانت 13 درجة مئوية وبنسبة الرطوبة كانت 87 درجة مئوية هنا ما شاء الله كأن قمرا ينيروا وراء الغيوم كيفما كتشوف نزيدوا 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 صابيحة مميزة ما شاء الله هات الصابيحة هات الصابيحة مميزة إذن كيفما كتشوفوا هنا كانت طلعات باللون الأحمر الأحمر ديالها في واحد اللحظة أنا حسيت بها كانت طلعات باللون الأحمر ديالها إذن كيفما كتشوفوا روخة كان الشوعاع ولكن الشوعاع كان ينير وراء الغيوم ما كانش خارج من الغيوم داخل الغيوم يعني كان يعني الشوعاع كان خافت بزيف هات الصابيحة هات إذن كيفما كتشوفوا واحد اللحظة كانت لربما أنها كانت صفارت كان عتظر واحد اللحظة كانت أنها لربما كانت صفارت واحد اللحظة هنا وفي واحد اللحظة وقعت مثل الطس في السماء حسيت بها بأنها هذه هي الصابيحة اللي كنقلبوا عليها جميعا إذن هنا أخير كان طلعت من هذه البلاسة ولكن كان طلعت من هذه البلاسة رغم أن نزيدو الشيء بالقتام ولكن ما كانش كيخرج شوعاع ديالها كيفما كتشوفوا ما كانش أبدا شوعاع ديالها كيخرج من الغيوم كان الضوء ديالها خافت بزيف 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 إذن كيفما كتشوفوا ما كان أنت شوفوا مزيان يعني ما كانش لاتراس ديالها ما كانش أبدا ما كان خافت إذن الصابيحة ما شاء الله كانت صابيحة مميزة هنا ما كانش يعني في حد لحظة ديالها بمجرد ما شفت فقورت ديالها ضميت عليها هديك الساعة ويمكن لكم ترجعوا تشوفوا الفيديو إذن ما شاء الله على هذه الصابيحة هدي كيفما كتشوفوا أبدا ما فيش يعني الضوء ديالها ما كيخرش من الغيوم أبدا ما كيخرش من الغيوم شوفوا مزيان ما كيخرش أبدا يعني ما وراء الغيوم لو كانت ما كانش هدي غير صابيحة ليلة القدر غنقولوا بأن الشمس ضروري ما غدا تخرج من أثناء هدي الغيوم ولكن ما خرجش بقاق الشعاء في الوراء دياله يعني حتى شوفوا حتى للمنظر اللي فوق ما خرجش أبدا بقاق غير الوراء كيفما كتشوفوا مزيان هذه الصابيحة صابيحة مميزة هذه الصابيحة الصابيحة مرفت كون و أخيرها في المرتبة الأولى ليست مؤشرات كان الشمس بشكل شبز من الغيوم حتى شوفوا الشمس بوحدها عزية الشمس بوحدها والغيوم محل منعزل. شي كامل كله منعزل تماما. منعزل تماما. ما شاء الله على هذه الصابحة. اذا ارجع الصابحة دي الصابحة يعني الصابحة الاخيرة صابحة يوم التاسع والعشرون. كانت الصابحة اه كانت كنا بدينا صور معزة ودقيقة. وشورو كان معزة وسبعات دقيق. وبنسبة الحرارة كان خمسة عشر درجة مليئة اوية والشعور تلتاعش والرطوبة كان ثمانين درجة. هنا بمجرد ما بمجرد ما بين القرص الاول للشمس بدأت الكاميرا تبويس. يعني بدأت تبويس. اذا كيفما كتشوفوا هنا الحرارة والشعارة جاي. الأشعة والشعارة جاي طالع قاسح. اذا كيفما كتشوفوا ربي مجرد ما ظهر القرص الاول للشمس بدأت العدس دل الكاميرا بدأت تبويس. اذا كيفما كتشوفوا شعارة جاي طالع قاسحنا في هاد البلاسة او مشتت كامل في هاد البلاسة يعني كيفما كتشوفوا. هنا بمجرد ما بين القرص يعني القرص الاول في هاد بلاسة اذا كيفما كتشوفوا بانه شوفوا شوفوا مزيان وحتى الاشياء كانت متراسية على الغيم. يعني عكس صبيحة يوم الاثنين كان هذا الشيء بعده. اذا ارجح والعلم عند الله ويبقى عند الله نحن نشجاهد بادي كش اللي علمنا الله عز وجل ان صبيحة ليلة القدر كانت اليوم الاثنين ثمانية وعشرين رمضان من هاد السنة سنة الف واربعمائة خمسة واربعون هجرية الموافق لسنة الفان اربعة وعشرون ميلادية. ما شاء الله على هاد الصابعة. كل شيء منعزل في مكانه. الشمس في مكانها والغيوم في مكانها. اذا احبابي في الله اطلت عليكم كثيرا. نسأل الله عز وجل انه قد اجاب فيه لدعواتنا. ونسأله كذلك انه اه 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 كتب لنا اجر هاد الليلة اه انا انزلناه في ليلة القدر وما ادرك ما ليلة القدر ليلة القدري خيرون من الفي شهر. نسأل الله عز وجل ان يكتب لنا هاد العدد. ونسأله كذلك انه قد اعتقى رقابنا من النار يوم ان نلقى. يعني اكتب لنا اه العزق من النار. ونسأله كذلك انه اه استجابك لأي حاجة طلبناها من الله عز وجل. اذا احبابي في الله اه اطلت عليكم كثيرا. اه اه هاد الصباح الصباح مميزا. نسأل الله عز وجل اه اه انه قد استجاب لنا ولله الحمد. تحية لكم والسلام عليكم وموعدنا في السنة المقبلة. السلام عليكم.